تحت عنوان دور المرأة في لم شمل الاسرة وبناء المجتمع عقدت وعظات وزارة الاوقاف لقاءا علميا بملتقى الفكر الاسلامي بصحة مولانا الامام الحسين بن علي وخلال اللقاء تم تأكيد على اهمية تبصير المرأة بالقيم الاسلامية الصحيحة كي تكون قادرة على تنشئة ابنائها على تعلم امور دينهم ودنياهم حملوا صد التغيير عنوانا بمشاركتهن التوعية والعلمية في ندوات ملتقى الفكر الاسلامي بساحة مسجد الامام الحسين وعظات الاوقاف تؤكدنا خلال الندوة ان التبصير بقضايا الدين والمجتمع رسالة عامة للجميع وللمرأة خاصة والذي هو هدف الرئيس لعملهن دي فرصة عظيمة للمرأة ان تتحدث مع المرأة في امور تخص البيت وتخص الاسرة من منظور اسلامي من منظور الشريعة الاسلامية السمحة المرأة حجر الاساس في بناء المجتمع ودورها يأتي بالتوازي مع الرجل لذا حرصت واعزات الاوقاف على بعث رسالة بالندوة المرأة كيان عظيم في المجتمع وعليها تبنى دعائم الاسرة المرأة عماد الاسرة وعليها عبء كبير وعليها العامل الاساسي في بناء الاسرة وقيام الاسرة وبالتالي اذا قامت الاسرة قام المجتمع وعليها عبء في تنشئة الاولاد وتعلمهم حتى في شهر رمضان امور دينهم وقد ايه هم محتاجين يعرفوا الصلاة بتبقى ازاي الصم بقى ازاي الاحكام وبالتالي من الناشط المرأة انها تكون متعلمة وتتثقف في دينها علشان توعي اولادها وتكون على قدرة عالية من الفهم والرقي في توصيل المعلومة لالابناء احنا عزيم نتهم في الملتقى ان احنا من الملتقي مع الناس هنا بيتهموا معنى موجود المرأة يعني هي ايه طايدتها هي مهمتها ايه اولا الراجل كثير جدا بيقول ان المرأة وجدها في البيت هو بس وخلاص احنا جاينا نقول لا المرأة وجدها خارج البيت وداخل البيت ويظل ملتقى الفكر الاسلامي بتنظيم وزارة الاوقاف كنز من كنوز الفكر والمعرفة يحظى ببركة المكان ونفحات الزمان من خلال ندوات تعمل على التبصير بقضايا الدين والمكتبع من ملتقى الفكر الاسلامي بساحة مسجد الامام الحسين وليد هيكل التلفزيون المصري المستخدم المستخدم اشتركوا في القناة